أمطار غزيرة اجتاحة الأحد المناطق الوسطى والشرقية من بولندا أسفرت عن عدة أضرار في البنى التحتية المياه التي غمرت الطرقات أدت إلى انقطاع الكهرباء كما سجلت مصالح الإغاثة حوالي ألفي تدخل في هذه المناطق النفس الأجواء عرفت النمسا حيث أدت الأمطار إلى حدوث انهيار طيني بمنطقة لزرطال كما غمرت المياه مختلف شوارع في ستيريا